السؤال بعد كده السلام عليكم هل واجب قراءة القرآن وأنا متوضع فيه الناس بتستخدم كلمة قراءة القرآن بمعنين قراءة القرآن بمعنى تلاوته إن أنا أحرك لساني أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا بسس لكم هو مش بسس في مصحف أنا حتى لهم بسس في مصحف وبقول كده يعني التكلم والتلفز بالقرآن التلفز بالقرآن والكلام بالقرآن لا يشترط فيه إيه مس المصحف لا يشترط فيه مس المصحف ولا يشترط فيه الوضوء فأستطيع أن أنا أتلق قرآن في أي مكان ولو أنا على غير وضوء أتلق قرآن يعني حرك نفسي يعني ما واحد يقول لي اقرأ الفتحة فاقرأ الفتحة لو أنا مش متعد هو اللي يمنع فيه ان انا اتل القرآن ويقصد القرآنية فيه ساعتها لو انا جنب لكن انا ودلوقتي وانا مش متوضع اللي حاصد يجوز لي ان انا اتل القرآن لو كان مسألة التلاوة بقى دي وحد بيقوله قراءة القرآن هنا مقصود بيها القراءة بمعنى التلاوة فيجوز ان انا افعلها بدون ما يكون اللي بيشترط فيه عند الجمهور عشان اعمله وهو متعلق بالقرآن مس المصحف مس ان انا اشيل المصحف كده طب لو المصحف في التابلت لو المصحف في الهاتف في الهاتف النقال المحمول لا بأس لا يشترط ان انا اكون متوضع يعني ايه ده يعني المصحف ده لو في التابلت هنا دلوقتي لا يشترط ان انا اكون متوضع اه لا يشترط ليه لان المصحف اللي موجود هنا موجود كتطبيق من التطبيقات فيه تطبيقات كتيرة جدا فده لا يطلق عليه انه هو ان انا شايل مصحف لكن انا شايل اداء او وسيلة في باطنها المصحف فعشان كده لو انا بقرأ القرآن من التابلت كده بس ما قدام القرآن انا عارف انه ما قدام القرآن بس انا ساعتها ما يبقاش حكمي ان انا ماذا ان انا كده بمثل مصحف يبقى قلنا حاجتين مهمين دلوقتي الحاجة الاولانية قلنا ان تلاوت القرآن لا يشترط لها يعني تحريك اللسان بالقرآن لا يشترط له الوضوء الامر التاني ان انا لو حملت المصحف اللي موجود في التطبيقات اللي موجودة على التابلت او موجودة عندنا فده لا يحتاج الى ايه لا يحتاج الى وضوء وده جائز وليس في حرمة يبقى لكن ايه اللي الجمهور بيقوله نتوضأ اذا فعلناه ايه اللي هو حمل المصحف طب تحريك المصحف بشيء ان انا معايا قلم كده والمصحف على حامل وحركت المصحف بيه بقلم ولا حركت المصحف بخشبة او اي شيء تاني اه لا ده يجوز كمان يبقى احنا كده استوعبنا الاحكام الخاصة بمسألة ماذا بمسألة مس المصحف بمس المصحف هو اللي هو الحمل ده حمله او لمسه بهذه الطريقة هو الذي يتطلب ايه يتطلب الوضوء اما غير ذلك فلا وعشان كده احنا محتاجين نفهم هذا ونعرف الاحكام ونفرق من بين الاحكام دي اشتركوا في القناة